الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أقسم بالدوات والقلم ووحد الكيانات والوطن وأصلي وأسلم على النبي الذي حثى على عشق الأوطان وجعلها جزء من الإيمان في بداية بادي ذي بدء أجزي سحائب شكر وتقدير وإجلال وتبجيل لجامعة شقراء التي بالفعل مارشت التنوير والتغيير والتطوير وعمق التفكير وأثبتت أن الجامعات صروح علمية ولكنها في نفس الوقت تساهم في بناء المجتمع وتوثيقه وتماسكه وهذا ما لاحظنا في جامعة شقراء في مؤتمرها الدولي الوطني الأول عن الهوية الوطنية الذي بالفعل كانت الأوراق بها متنوعة وعميقة وشمولية وتعدت تضاريس المملكة العربية السعودية وشمل التضاريس الوطني أنا أطلعت على كل الأبحاث بصفة عضو في اللجنة التحكيمية فوجدت فيها نوع من العمق المعرفي والفكري والبحث الدقيق جدا للباحثين الذين اتسهموا بخبرتهم وتجربتهم وعمق معرفتهم في كتابة هذه البحوث وذيلوا كل بحث بتوصيات تخرج بشكل جيد إلى الوطن وترتقي به وتدعو إلى تماسكه والتفافه دراسات تربوية ودراسات أمنية ودراسات فكرية ودراسات كلها تصب في مصلحة هذا الوطن وبالفعل يكون السبق لجامعة شقراء الذي تحتكون هي المعين والمنجم إذا كانت هناك مؤتمرات أخرى عن الهوية الوطنية حيكون هو المصدر الأساسي لعملية الارتقاء والتكميء والكمال للمؤتمرات الأخرى التي تقام بالإضافة إلى عملية الترتيب والتنظيم التقيق لأن هناك بعض الأحيان تكون المؤتمرات قوية في بحوثها لكنها ضعيفة في ترتيبها وتنظيمها وتخطيطها وتدقيقها لكن الحمد لله أنه كانت جامعة الشقراء عندها شمولية في كل شيء أولا وضعته في قاعة التسع للجميع وكانوا بالفعل خدموا المكان لكن كان المكان يزدان بروعة الإنسان الطاقم الذي عمل واشتغل وخلف الكواليس بالفعل أنجز منجزا أشرق بجميع